التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة بهذه المناسبة مشيرا إلى أن هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذي مقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام الفين وثمانية وعشرين ودخوله مرحلة التشغيل مؤكدا أن المشروع يعد استكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في عدة مجالات قال رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان إن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم والدعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية وضاف رشوان أن ما يوضح ويؤكد كذب هذه المزاعم أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر عشر سنوات لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهات الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي وأكد رشوان أن أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح هو لغو فارغ ومثير للسخرية لا فتن إلا أن الجوهر الحقيقي للدعاءة إسرائيل هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجوع لأهالي قطاع غزة التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا وذلك على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل لرئاسة الدورة العشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وخلال اللقاء أكد الوزير شكري الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي كما نوها شكري بأهمية دور البرلمان الأوروبي في إيلاء الدعم اللازم لمصر للاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة وما تفرضه من تحديات متزايدة ومن جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي على الدور الإقليمي والمحوري الذي تطلع به مصر إزاء المنطقة وجهودها المستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار بها والذي يصب أيضا بالتبعية في صالح أمن القارة الأوروبية كما تناول اللقاء الأزمة في قطاع غزة والتهديدات الراهنة لأمن الملاحة في البحر الأحمر وتترقت المناقشات أيضا إلى الأوضاع في اليمن والسودان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 21 من ضباطه وجنوده في حادثة تفجير مباني بجنوده وسط قطاع غزة مساء أمس إلى هذا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهد وإصابة عشرات المواطنين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المعاصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة مشيرة إلى أن عددا من الشهداء والجرحة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي كما استشهد عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا في بيت لهيا شمال قطاع غزة كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب استشهد في المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة مشيرة إلى أن جنود الاحتلال تركوا الشاب المصاب ينزف على الأرض ومنعوا مركبة الإسعاف من الوصول إليه وأطلقوا الرصاص صوبها وبعد أن تأكدوا من استشهاده غادروا المنطقة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا جولة إضافية من الضربات ضد قوات الحوثي في اليمن بسبب استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر وأوضح البنتاجون أن الضربات استهدفت موقع تخزين تحت الأرض وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى لقوات الحوثي هذا وقدم البنتاجون تفاصيل الضربات الثماني الجديدة في بيان مشترك مع بريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا وهولندا حيث قال الميان أن هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي تستخدمها قوات الحوثي لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الأبرياء أعلنت الشرطة في منطقة جولياتا القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية أنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة وأن المحققين يبحثون عن رجل كان على معرفة بالضحايا مشتبه به في القتل وأوضحت الشرطة أنها ليست لديها معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق الرصاص لكنها قالت أن هناك اعتقادا بأن الضحايا أفراد من نفس العائلة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل